السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للدعوة الكريمة من جمعية الهندسة المعمارية جمعية حضر موت وان شاء الله سنتحدث عن فكرة البيم وليه هو مهم جدا في الفترة ديت وإيه اهم المشاريع اللي تعملت بها تقنية البيم من زمان اي مشروع بيتعمل بوجهنا مشكلتين المشكلة الاولية ان انا مش عارف المشروع ده ممكن تكلفته بقدي ايه والحاجة التانية المدة الزمنية بتاعته تبقى ايه والذات لو المشروع دوت ما تعملش مشروع زيه قبل كده يعني مثلا في الصورة دي برج بابل اللي في العراق هيتكلف قدي ايه ممكن يتكلف كتير جدا يعني يحصل مشكلة من حين ما نقدرش نكمل المشاريع وفيه آلاف المشاريع على مستوى العالم في نفس المشروع مش قادرين يكملوه ووقفوا الفلوس بتاعته فالمالك خسر الفلوس اللي هو دفعه وعندنا في مصر يعني اكبر يعني اثار اسلامية موجودة اللي هو مسجد السلطان حسن السلطان حسن يعني كان مصر ان هو يعمل المسجد القوان بتاعه او المسيحة الواسعة اللي فيه اكبر من قوان كسره فاخد منه فلوس كتير جدا لدرجة ان هو كان هيقضي على الخزنة بتاعت الدولة فقال لو لا ان يقول ان السلطان مصر مش قادر يبني المسجد لقلت ان انا هوقف المشروع بتاعه فدي من اكبر مشاكل اللي كان بتواجهنا في الشغل بالطريقة التقليدية لحد ما جاء البيم ودينا طرق قادر من خلالها اعرف المشروع ده هياخد وقت ادي ايه وهيتكلف ادي ايه بالاضافة لمزاية تاني كتير جدا فلذلك اصبح الدول كلها بتتاجه لفكرة البيم طيب ايه هو البيم؟ Building Information Management ادارة معلومات المبنى يعني عندي المشروع في خدمات كتير جدا انا عايز اقدر ادير المعلومات الخاصة بالمعمارة بالانشاء بالكهروميكانيكل من اول ما المشروع بيبقى فكرة لحد ما اخلص المشروع خالص يعني من اول ما افكر ان انا عايز اعمل مشروع لسه ما عنديش الـ design بتاعه وابدأ اعمل design ودتيل design والشغل تاع construction خطوة خطوة بيبدأ البيم يبقى موجود معايا بحيث ان كل مرة بيطور نفسه ويبدأ فيه معلومات اكتر فالفكرة ان انا اقدر ادير معلومات المشروع ممكن يكون المشروع عنده ضخم جدا فانا مش قادر اتخيل التكلفة اللي حسبناها او اللي هنصرفها بعد كده او الكلاشات اللي موجودة يعني لو مشروع صغير ممكن الواحد من غير حتى ما يرسم مخطط يبدأ ان هو ينظامه لو هو مثلا بيت صغير انما لما يكون مشروع كبير بيحتاج ان انا احصل على المعلومات بتاعتي في اي وقت فالبيم ج اداني التكنية ان انا اقدر اعرف كل المعلومات اللي انا محتاجة فالبيم مش برنامج يعني مفيش برنامج اسمه بيم لكن فيه تكنولوجيا او مستدولوجي بتبدأ تخليني احصل على كل الفواد اللي انا عايزها بمعنى ان انا لو عندي البيت بالشكل دوت الشكل ده ممكن اعمله بكتلة بالماكس 3D ماكس او بالسكتش أب او بالقطوكات 3D او بقى اي برامج يعملول حاجة شكلها حالو لكن ما عنديش انفروميشن انما هنا لما تدوس مثلا على جزء معين فيقول لي اه ده السقف والمعلومات بتاعت السقف ديت مكون مثلا من طبقات وكل طبقة فيهم الUVALUE بتاعتها الDA وكل واحدة فيهم المزايا الخصاص بتاعتها لا الجزء دوت مش الروف ده ده عبارة عن كيرتن وول فبيديني كل المعلومات اللي انا ممكن احتاجها عشان اخد القرار انما لما برسمه بالماكس هو عارف ان كل الكتلة واحدة عارف ان مش قادر يفرق بين الباب والشباك والحيطة فلو في اي كلاش مش قادر يعرفه لو انا عايز اعمل الحصر هيقول لي الكتلة كلها قد ايه بس بشي قادر يفرق يقول لي انا محتاج حديد قد ايه او محتاج مثلا اطلب قد ايه من الصوج او من البيب فده كانت مشكلة كبيرة جدا لحد ما كانت تكنولوجيا البيم وددتني الطريقة ان انا اقدر اتعامل مع المبنى وبعدين انا برسم المبنى مرة واحدة وبعد كده اقدر ان انا اعمل له كل الاناليسز اللي انا عايزة يعني زمان كنا بنعمل مثلا المبنى وبعد كده اروح اروح لبرنامج ابدأ ان انا اعمل له موديل 3D للبرنامج ده بس يعني كان فيه زمان برنامج مثلا كان اسمه ايكو تيكت ده واقف خلاص كان بيعمل لي مثلا الاناليسز لحركة الزل والشمس ولو انا عايز مثلا تحليل باخد الرسومات وابده اعملها برضو اعيد الشغل تاني عشان اقدر ان انا اعمل تحليل انشائي فده كان باخد ده كان باخد منها جهة كبير جدا انما انما هنا لا خلاص انا بعمل موديل مرة واحدة وممكن بعد كده اود دير كل البرامج كل البرامج بتقبل الموديل وتقدر ان اتشار عليه عارفة ان ده انشائي ان ده كهروميكانيكل فلو اردتلو اعمل لي اناليسز لأي حاجة ايقدر ان او يعملها في سوي فالبيم واخد مصار غير او غير الكاد ليه مصار معين ان هو فيه تطور معين من اول يوم بدأ فيه وكفكرة بدأ سنة 1962 كفكرة ان انا اقدر احط كل المعلومات على كمبيوتر وقدر اعمل اناليسز للمبنى لكن كانت الهاردوير او الاجهزة ضعيفة فلذلك بدأ الشغل فيها لما الاجهزة بدأت تطور على سنة 1982 بدأ يعملوا البرامج بتاعت البيم على بسيط خالص دلوقتي اصبحت الحمد لله الاجهزة قوية فبتدخل كل البيانات بتاعت المشروع بتاعك على سبيل المثال عشان بس نوضح الفكرة المستطلين دول يعني الشكلين الشكلين اعتبر زي بعض لكن الشكل دوت الشكل دوت عبارة عن ايه؟ عبارة عن خطوط مقدرش اخذ منه اي دات اخذ ما اصبحت سمحت الشكل الثاني اقدر ان انا اخذ منه كل المعات اللي انا ممكن احتاجها ممكن ان انا اعرف ان دي غرفة مثلا الاسبيس الداتا بتاعتها مثلا فيها كم شخص ودرجة الحرارة الكويسة اللي فيها الدي والرطوبة كل المعات اللي انا ممكن احتاجها اقدر ان انا احصل عليها في تكنولوجيا البيم اه 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 لو احنا بصينا مثلا اللوحة دي لو احنا حبينا ان احنا نعملها باللوتوكاد هنلاقي ان الموضوع ده صعب جدا ده مشروح ايه ان انا اخذ فيها ساكاشن كتيرة دي الموضوع مرهج جدا انما في البيم بي موجود فقدر ان انا اشوف كلاشات فين اقدر ان انا اعرف الحصر اقدر ان انا اخذ كل الزوايا والمعلومات اللي انا ممكن ان انا احتاجها يعني حاجة بالشكل دوت صعب ان الواحد يبدأ ان هو يرسمها هيحتاج لوحة كتيرة جدا عشان يفهمها انما في البيم بيبان كل التفاصيل بتاعتها كل مصمار صغير بمعروف ما كانوا فين بالضبط طيب من ضمن الاساليب الادارة الحديثة اللي هو اسلوب اسمه اللين اللين ان هو بيقول لي من ضمن المبادئ بتاعته ان انا استخدم الرؤية بشكل يعني حاجة مرئية اكتر بحيث انها تبقى واضحة يعني بدل ما اقول انا عايز اعمل 20 متر حاولنا انا ارسمها بحيث ان الناس كلها استوعبها حتى اصغر عامل اللي بسموه لاستيب لانر يكون فاهم سر المشروحة بعمل ازاي حاجة مثلا بالشكل دوت تمام لو احنا حاولنا ان احنا نتخيل شكل المبنى باللوحة ديت ممكن ما نستعبهاش او اخد مثلا كطاعين فبش باينة فيها انما لو شفتها في 3D اه كده نفهم العميل عايز ايه ودي حاجة مهمة جدا انا ممكن اوري المخططات للعميل او للقلاينت فهو مش فاهم اللي انا رسمه في الوافق لانه مش قادر يفهم فين الحاجة المختلفة لكن لو انا عملته له 3D BIM هيقول لي اوه لا انا مش محتاج الباب دوت انا عايزك تقفلي الباب ده عايزك تفتحلي باب تاني فهيبقى فيه المتطلبات اللي ساعات ما تطلب بعد المشروع يخلص يقول لي في اول مشروع يعني ساعات بعد ما خلص المشروع يقول لي لا انا مش هو ده اللي في دماغي فلما اعملها هنا يعني اعتبر مثلا ايه ساعتين عالكمبيوتر بدل ما كنت شاريت مواد وحطتها والحاجات ده كلها مثلا مبنى زي دوت ده اللي هو متحف المستقبل اللي موجود في الامارات صعب جدا صعب جدا من كمية التفاصيل اللي موجودة فيه رهيبة فلذلك من غير تكنولوجيا البيم كان هيبقى حلم مش هينفع ان هو يتنفذ شكل مثلا زي دوت ده متحف قطر القومي متاخد من ظهرة الصحراء لما شفنا التصمات الاولنية لجان نوفل قلنا يعني المتحف ده يعني حلم وخيال وش هينفع تنفذ يعني ده الرجل بس ايه بي الصوت على الجنهان انا جبا اي ان كان حرارة هنا الصوت لا صمحت يعني لما تجي تشوف التفاصيل اللي موجودة وبالذات ان كل القطعة ما ينفعش حط في مكان تاني بتلاقي الموضوع شبه ومستحيل لكن بمع تكنولوجيا البيم قدر نحط كل الانفروميشن وقدر ان احنا نعمل نعرف فين الكلا شهات قبل ما تحصل وان احنا ايه ندخل في حلها هو تعمل ببرنامج تكلا الستيل تعمل ببرنامج اسم تكلا تكلا من برامج البيم من ضمن الحاجات برضو ان هو بيرسم الحاجة 3D ففي اي لحظة عايز اخد قطاع في اي مكان هيجيبولي في ثواني الشكل ده اللي هو 3D section انا كنا رسمي الرسم الحاجة كلها فأي وقت عايز ياخد 3D section هياخده في ثواني يعني هو مجرد بس يدوس على الضرار يقول له DNC section هو بيقطع فيها كأن مدنى حقيقي وانا قطعت فيه فبيظهر معه بشكل ده ولو يطمي مثلا اي تعديل زي مثلا بدل مهما ثلاث أبواب خلتهم مبين اوتوماتيك يظهر في كل البلانات والساكشن دي فكرة البيم بالاستياب التقليدية ممكن يكون عندي مثلا شفط معين في البلانات فأنا عدلت المساحة بتاعته في البلان لكن نسيت عدله في الsection او نسيت عدله عند الامي بي او نسيت عدله في بقية الحاجات فبتحصل ان انا بعد ما ابعت اللوح بيجيلي RFI request for information يقول لي فيه اختلاف فيه مشكلة الموقع واقف وما بيش شغل بسبب احنا مش عارفين اني واحدة فيهم اللي صح انما في البيم اللي واحنا مشين مزبوط بيش هيحصل مشاكل ذات البيم بقى فيه ان انا بعمل الـ graphical data يعني بحط الحاجات بتشوفها في 3D زائد non graphical data اي عنصر ببدأ احط كل data اللي انا عايزها يعني لو فيه باب ببدأ احط مثلا الباب دوت انا اشتريته من الان الشركة التاريخ الشيرة كل المعاوط اللي انا ممكن احتاجها عشان السيونة و عشان اي حاجة ببدأ ان انا ادخل ال data ديت انما لو انا في الاتوكاد ورسم باب باش اقدر احط ال data ديت ما عنديش امكانية ان انا اضيف ال data اللي انا عايزها تمام فا احنا بالنسبة لنا كل شوية ما احنا اشغلين في المشروع ممكن في الاول بكون حاطة data قليلة لان لسه في البداية لكن مع الوقت كل شوية بضيف تفصيلة 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 لحد ما اوصل لل data الحقيقية اللي موجودة في المشروع احطى مفضل 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 mode و posle ففي data كتيرها كتيرا جدا بتبقى مرئية وفي data التانية بتبقى مكتوبة بحيس ان انا اقدر اعمال ciona ايور شطوب حسنا طيب استخدامات build بمكن استخدامه في الحصر ممكن استخدامه في الحل الكلاشات ممكن استخدامه في الاناليسيز. ممكن نستخدمك في السيفتي. يعني احدد الاماكن اللي فيها خطورة وابدأ ان انا اعلم عليها وادقى ان دي هازرد فيها مشاكل. ونبدأ ان احنا نفكر زي نحلها او نشرح للعمال ان الاماكن دي ايه المشاكل اللي موجودة فيها. فكان الناس بتاعه سيفتي بنتعامل معهم جدا في المدره داو. ففكرة دي ما تشايف. انت بتشوف الحاجة الرندر بتاعها كويس. بحيس الناس كلها تستوعب فكرة المشروع. ده الفيرشور الريالتي ده كان مشروع وقنا شغالين فيه. مجرد ان احنا بنلبس الندارة كأنك ماشي جوه المكان وكأن المشروع خلاص خلص. والمالك بيدخل بيتماشى جوه المشروع. عملناها قبل كده فقبل ما يجي المالك كل مهندس لبس الندارة اكتشف عنده مشاكل. يعني مهندس معماري لبس الندارة اكتشف حاجة معينة. الانشاء اكتشف حاجة تانية وهكذا. فمن خلال ان هو حط نفسه كأنه بدأ من اخر المشروع بعد ما تنفذ. اكتشف ان في بعض الحاجات محتاجة تحسين عشان المشروع يطلع بشكل افضل. يعني كان من ضمن الحاجات المعماري اكتشف ان شغل الكهروميكانيكل ظاهر من برا المشروع مفروض يعني لما يعلي الحيط اللي في الروف او ان هو يحرك شغل الكهروميكانيكل. فيه ان احنا نقدر كل الاقسام تقدر انها تتعاوي مع بعض وتشوف ايه المشاكل اللي ممكن تبقى موجودة ونبدأ ان احنا نحلها قبل ما نبدأ ننزل الموقع. ففي ما شك تلا بتظهر في الموقع لا احنا نتشوفها قبل ما نروح الموقع وبنحدد اماكنها وبنعمل الميتنج نبدأ نشوف ايه المشاكل ويه نحلها. فالكوردينيشن بيكون اسهل في البيم بزاد في المشاريع الضخمة. زائد موضوع الحصر يعني في ثواني بقدر اطلع بي او كيو وببدأ اقول له المشروع دوت هيكلف كام. ولو انا مثلا استخدمت اسلوب معين هيبقى التكلفة كذا او استخدمت اسلوب تاني تكلفة كذا. فبيساعدني في موضوع الحصر ده من اول يوم في المشروع. زائد فكرة البلانينج لو احنا مشغلين بالبلانج بالتراكة التقليدية الموضوع البرامج متخصصة وبرامج قوية لكن الصورة بتاعتها ما تبقاش واضحة اللي هو الصورة الصغيرة اللي تحت ديت. ما بيبقاش الكلام مواضح ما بيبقاش مفهوم لكل الناس يعني البلانر فاهمه. انما اللي مش متخصص ما بيبقاش فاهم المشروع هيبدأ امتى ويخلص امتى وكل فيس هتخلص امتى. لكن لما بنوريها له بالشكل دوت اه بيفهم فكرة المشروع. وبيبقى مستوع بفكرة المشروع. طيب من ضمن الاسئلة اللي بتصير كتير ايه الوظائف اللي موجودة. طيب انت لو حضرك موانتس معماري فانت موانتس معماري بس بقى معك اداية كويسة في البيم. يعني بقيت متخصص معماري متخصص في البيم. يعني انت مش هتلغي المعماري. يعني هتشغل معماري ولا بيم. لا انت هتشغل معماري. لكن معك تولز بتأهلك ان انت ترسم بس دي. زي مثلا واحد موانتس معماري بيشتغل والورا والقلم. ودول احسن الناس طبعا. وناس تانية مثلا بتشغل بالاوتوكاد. فانت بتشوف ايه يعني دي بتفرق في السي في. فيش ساعة شركات تقول لك لا انا عند المشروع بيم فانا عايز كل الناس تكون عندها خبرة في البيم او شغلة في البيم. في بعد كده ممكن انه يبقى بيم كوردينيتور. يعني واحد بقى متخصص في البيم انه هو بيحل الكلاشات. يعني كل شوية يشلاه كلاش هنا يبدأ ان هو ايه يتدخل ان هو يحلها. في بيم مانجر اللي هو بيحط السياسات او بيحط الستاندرد ويتأكد ان الناس ماشية عليه. فالبيم مانجر مسؤول عن ادارة المشروع ومسؤول ان لو في ايه حد من الفريق عنده ايه اسئلة هو يبدأ ان هو يحلها. يلا بيم. لو سمحت الناس في المايك. لو سمحت الناس في المايك. طيب فيه كتير جدا بنبدأ ان احنا نستخدمها عشان نوصل الى الهدف بتاعنا. من دبناه مثلا فيه موجودة عشان نعرف اه الاهدف بتاعتنا ومين اللي هشتغل فيها والنظم الشغل بيننا وبين بعض. فيه هنا مثلا در view للموديل. كل ما بيجي موديل نبدأ ان احنا نرجع عليه ونبدأ ان نتأكد ان ال size بتاعه في الحجم المقبول لان لو كبر ممكن يعمل لنا مشاكل. ممكن ما يقدرش يفتح. بالذات الاجهزة ممكن تكون بطيئة شوية. ده تمبليت. تمبليت يعني قبل نبدأ شغل ببقى مجهز الاعدادات بتاعتي عشان المشروع بتاعي يطلع بنافس الشكل اللي انا عايزة. طيب دي اهم التكنولوجيات اللي بيم خليها موجودة في التكنولوجيا تدخل في سوق العمل يعني ايه كان زمان التكنولوجيا دي موجودة لكن مش قادة تدخل في سوق العمل بمعنى ايه? انا عندي تكنولوجيا موجودة زي مثلا الفيرش والريالتي نظرة اللي بنلبسها عشان نحس ان احنا جواه المشروع. النظرة ديت مش هتقدر تتعامل مع الاوتوكاد لكن مع البيم قدرنا نحن نشوف حاجة 3D فنقدر نحن نشوف المشروع بشكل افضل. زي مثلا الروبوت. الروبوت ممكن نجيب روبوت يبدأ انه هو يساعدني في البناء. لكن هو لو معندوش حاجة 3D او مش فاهم العنصر ده ايه? مش هتقدر اشتغل. يعني انا روديته حاجات 2D اوتوكاد مش هتقدر ان هو يفهم الحاجة دي. انما مع البيم خلاص بيقدر ان هو يوفر عليه وقت ممكن تكون في حاجة فيها خطورة فخلي الروبوت هو يعملها بدلا من انسان ويحصل اصابات. ففكرة الروبوت بقى حاجة اسية معنا ويوفر علينا وقت كتير جدا. وناس كتيرها بتستخدمها دلوقتي في المجال بتاعنا. والسوق العمل بتاعها 15 تريليون دولار. طيب من دين برضو الحاجات للزكاة الاصطناعي. الزكاة الاصطناعي موجود من زمان لكن كان بعيد عن سوق كونستراكشن. سوق كونستراكشن من الاسواق اللي بيحصل في التطور. يعني فيه تطور كبير قوي في الموبايلات في العربيات. يعني الموبايل زمان من مثلا 20-30 سنة ما كانش فيه كان فيه تلفونات عادية. العربيات تلاقي فهتتطورات كتير جدا دلوقتي مثلا فيه سيارة زيتين كيادة. انما سوق الماولات هتلاقي نفس الطريقة اللي بيبنجها كل فترة. معادة تكنولوجيا البيم هي اللي اهلت ان سوق يتغير. صح يا صلاة. بعد ازنوك المايك. بعد ازنوك المايك. لو سمحت المايك. سمحت المايك. سمحت المايك. سمحت المايك. فالزكاة اللي صناعي. التطور الكبير اللي حصل فيه. كان بسبب قادر ان هو يدخل سوق الماولات من خلال البيم. البيم اداله المعلومات الكاملة اللي هو يقدر يشغل بها. زي ما نشوف بعض. الزكاة اللي صناعي اصبح موجود في كل حاجة. من بداية ان انا اقول له تخيال الشكل المبنى. يعني مثلا. ممكن نقول له ايه. انا عايزين مبنى مثلا فيلا لدكتور سنان. فيبدأ يديني اشكال كتيرة. وغيرا لدكتور سنان وهو يبدأ ان هو ايه يفطار. فيه مثلا حاجة مشروع يعني ما شغلتش فيه قبل كده. فاقول له اديني افكار. فاديني معلومات. يعني كما انت اشغال في مشروع مثلا. اه حاجة طبع الهند. مبنى طبع الهند. فاشرح لي مثلا الشكل الاوباك في الهند عامل ازاي. اشرح لي العالم بتاع الهند عامل ازاي. ايه الشكل اللي جواه. المغزر اللي جواه دوت. فبيدر ان هو يديني كل الداتا اللي انا عايزها. ممكن ازا كالا الصناعي يستخدمه في اتخاذ القرار. يعني عندي مشكلة وبش اعرف حالها. فبدل معضو دور عليها في البي امي بي. ممكن اسأله. انا عندي مشكلة فلانية. حلها لي. زي شات جي بي تي. زي جي مي ناي. كل الحاجات دي بتساعد. في حال المشاكل. فممكن مثلا فيه كود معين. انا مش فكره. فاقول له اخد الكتاب هو الكود. وقول لي المشروب اللوع دوت مفروض المكسيموم بتاعه كام او اقصر حاجة ممكن استخدمها كام. فبيبدأ ان هو يدور في الكتاب ويديني المعلومة ان الشخص دوت. برضو درة العقود. العقود هو بيبدأ يحلل نطاق المشروع ويبدأ ان هو ينبهني لو في اي خطأ فيها. لو في اه اه تأخيرات او في اي حاجة بيبدأ ان هو يتنبأ بها قبل ما تحصل. يقول لي ان المشروع بدأ يتعدى التكلفة بتاعته. الجودة بتاعت المشروع لو في اي مشكلة في الجودة برضو اي بيبدأ ينبهني في ليها. لو في اي طريقة لتحسيني الجدول الزمني بيساعدني في ان هو يحسن لي الجدول الزمني. في انترنت الاشياء. ان كل حاجة متوصلة بالانترنت يعني التلاجة نفسها متوصلة بالانترنت. فهي تبدأ تشوف لو في حاجة نقصة تبدأ ان اطلبها من صور ماركت على سبيل المثال. اللامبة النارة اللايتنج لو انا خرجت من المكان يبدأ ان هو يدفي. لو انا بدأ اتحرك هو يبدأ ان هو يضيق الانار. فكل دوت اصبح موجود من خلال تكنولوجيا البهم كل داتا انفورميشن بقت موجودة. فقدرنا اتحكم في المشروع. زي مثلا في برضو حاجة الماضية اللي هو ايه المشيل ليرنج. المشيل ليرنج اللي هو ايه التعلم الالي. ده جزء من الذكاء الصناعي. بيبدأ ان هو يراق كل حاجة ويشوف انا بفكر فيه ويبدأ ان هو يحسن نفسه عشان يتوافق مع الحاجات اللي انا بعملها تعديلاتي. يعني بيلاحظ ان كل مرة بعمل مسافة معينة او بحط باب في كل غرفة. فهو يبدأ يتعلم ويبدأ ان هو ينبهني لو في اي حاجة ستزاكد. فيه اليجمانتد رياليتي. اليجمانتد رياليتي ان انا بشوف صورة مع المكان اللي انا موجود فيه. يعني الفيرشور رياليتي بلبس نظارة. ما بشوفش غير اللي موجود في الموديل. كأن انا دخلت جوا كمبيوتر. انما اليجمانتد رياليتي.